الفصل السادس والاربعون نقطة بيضة مع الجمهور حفلات الاسكندرية والساقية اغسطس الفين وسبعة عشر هناك شيء ما يخبرني ان هذه الحفلة لن تكون كمثيلاتها الفرقة تأتي مستعدة بكل اسلحتها اغاني جديدة معدات جديدة تدريبات كثيرة تسبق الحفلة ومعنويات مرتفعة في السماء انا لا ادري حتى الان كيف مرت الفترة الماضية حاولت بكل جهدي ان اسجل كل لحظة مرت على الفرقة وصولا الى هذه اللحظة التي يلعبون فيها اغانيهم للجمهور لن يتخيل احد مهما كان كم المجهود والمعاناة والتحديات التي مروا بها حتى يتمكنوا من الوقوف على المسرح والقيام بما يقومون به جيدا الغناء مع الجمهور بما يدور في نفس كل منهم يصل الجميع للمكتبة في الرابعة في الخامسة الا ربع اتوجه مع هواري للمسرح المفتوح يلحقنا تامر وجلال هناك تركيز كبير مع تامر لانه يستخدم باد رولاند جديدة يعزف عليها بعض الايقاعات الشرقية الى جانب الدرامز اجلس خلف المعدات اعد السماعات فاجد انها حوالي 15 سماعة من الجهة المقابلة لنا والتي ستكون في ظهر الجمهور توجد وحدة الاضاءة والصوت يجلس عليها عصام السحرتي ومايكل ارى عبد الرحمن والذي يبدو عليه الرعب هذه ليست اول مرة له على المسرح بالطبع ولكنه يشعر برعب رهيب في كل مرة وطبعا ستكون هذه هي المرة الاولى له التي يغني فيها نقطة بيضة امام الجمهور في الخامسة والنصف تركنا المسرح وتوجهنا عائدين الى الغرف كان واضحا ان امير قد بدأ يتملكه التعب لتتكرر عادة من عادات حفلة الاسكندرية التي لا تنقطع وامراض امير غريبة لا ندري هل لها علاقة بضعفه العام ام انها نزلات برد عادية حاولت ان اعطيه دواء للبرد اكياس تذاب في مياه ساخنة كنت قد اشتريتها من لندن ولكنه رفض ان يكملها بسبب طعمها البشع تناولنا جميعنا غداء بشع من سمك وارز بينما لم يأكل امير شيئا رقد فجأة على الارض في منتصف الغرفة واضع عن ذراعه على عينيه بدأنا جميعا في الدوران حوله لنسأله بما يشعر ولكنه لا يرد او يرد بهمهمة غير واضحة استدعينا ادم الطبيب الرسمي لامير الذي وضع عددا من المخدات تحت قدميه وظل يسأله بإلحاح عما يشعر اجاب امير انه يشعر بدوار صعب وهبوط وانه مصاب بالبرد تركناه لينام بناء على طلبه خرجت الى الشرفة وجلست ارقب الحضور الساعة تقارب السادسة عدد من الجماهير بدأ بالتوافد على بوابة الدخول واغلبهم من الفتيات حتى الان في السادسة نتوجه جميعنا عدى امير الذي نتركه نائما الى المسرح للمرة الثانية ليتم عمل ساوند تشيك كامل واخير فور وصولنا يتضح ان التوتر قد بدأ يجد طريقه الى المكان هناك عدد كبير من المتطوعين الذين يقفون في حالة انتباه شديدة تصرخ فيهم مسؤولة المسرح بتوجيهات مستمرة اعود لاخذ حقيبتي من الغرفة اطل على امير فاجد ليلى جالسة وحدها اسألها ان كان امير يشعر بتحسن فتخبرني انها تبحث عنه انظر في الغرفة الثانية فاجده هناك واقفا بصعوبة وفي يده علبة عصير اسأله ان كان يشعر بتحسن فيومئ بضعف نتحرك انا وهو وآدم وليلى نحو المسرح يسير امير بصعوبة مستندا الى كتف ليلى تكلمه ولا يرد عليها وجهه ابيض كالثلج تماما كاول مرة رأيته فيها عظام جسده تبدو اكثر بروزا الان وقد تحول لونه الى الابيض الباهت في تيشيرت وبنطال سوداوين يبدو امير كزومبي آت من العالم الاخر ينزل على السلم ببطء شديد نقطع المسافة الى المسرح في وقت اطول من المعتاد يصعد السلم ببطء نجد تامر يصرخ في المساعدين لان هناك صفا من الجمهور يقف ملاسقا للمسرح يصورون بهواتفهم المحمولة ويتساءل ان كان الجمهور قد دخل يخبرونه ان هؤلاء يخصون المكتبة اقرباء واولاد العاملين او شيء من هذا القبيل يواصل تامر اعتراضه وبسرعة يتحرك الكل ويجبرون الجمهور الصغيرة على التراجع ما ان اصل الى حيث ساجلس يصلني صوت امير يصدح في المكان استدير لاجده هناك واقفا يلعب الجيتار ويغني ويسأل فني المونيتور ان يضبط صوت الموسيقى في سماعته تتواصل الاغاني الاغنية تلو الاخرى وهو يغني هناك بثبات شديد ويواصل التحرك على المسرح جيئة وذهابا كلما اقتربت من المسرح لاحظت التعب يغالبه يضع يده في وسطه وكأنه يسند نفسه ليجبر جسده على الوقوف يعتصر عينيه وهو يصارع ليخرج صوته عبر السماعات ولكنه كما هو لا يتغير عن الصورة التي ينتظرها الجمهور الذي سيملأ عتبات المسرح بعد دقائق مع مرور الوقت تتصارع دقات قلوب الجميع نتحرك في التاسعة الا ربعا نحو المسرح احاول تخيل الحاضرين نقترب لنجد رجال الامن في حالة فزع ونحن لا نزال بعد داخل خيمة يمكننا سماع تنفس الاعداد الغفيرة بالخارج اسأل احد رجال الامن ممازحا ان كان هناك كثيرون قد حضروا فيخبرني ان العدد لا يقل عن اربعة الاف شخص وهو العدد الاكبر الذي يراه منذ عمل بالمكتبة يقرر هواري انهم لن يصعدوا معا يختار شريف ليصعد في البداية ورأه هواري وتامر وآدم واخيرا امير مع ظهور شريف يتعالى الصراخ بالهتاف الشهير يتوالى صعودهم اقف بجانب امير الذي انحنى وامسك بركبتيه من التعب على سلم المسرح ينظر الي فاشير اليه بعلامة النصر يغمز لي ويصعد في هذه الاثناء يكون بقية الاعضاء قد بدأوا لعبا هادي ان يقوده شريف بموسيقى اثيرية صادرة من الكيبورد ومع بدء النوتات الاولى من نقطة بيضة سريعة يتعالى الصراخ ويصل الى مرحلة الهستيريا مع صعود امير تتوالى بعدها الاغاني غريب في بلاد غريبة احنا الشعب وغيرها يغازل امير الجمهور ويخبرهم ان كيروكي تجده شرفا لها ان يتم اطلاق سلسلة حفلات الالبوم من الاسكندرية وبعدها تنطلق اغنية ليلى والتي تقف معنا في خلف المسرح يغنيها الجمهور بسلاسة شديدة وكأنهم حفظوها لسنوات بعدها يغنون مربوط باستك ليشتعل المسرح اكثر واكثر ثم غمض عينك الطاقة تزداد وعلى المسرح يبدو جميعهم في حالة من الراحة والاستمتاع يصرخ مهندسو الصوت عبر اللاسلكي لبعضهم البعض ليتأكدوا من ضبط صوت كل آلة لحظة بلحظة تتحرك الإضاءة بسرعة جيئة وذهابا بألوان متعددة وكما أخبرني عصام من قبل يتم اختيار كل لون وحركة إضاءة وفقا لحالة وإيقاع الأغنية تامر كالعادة يخرج كل ما لديه يلعب بكامل جوارحه يبتسم ويضحك أمير وتامر يضحكان أمير يخبره بشيء وتامر يهز رأسه رافضا هذا الشيء بعنف بعض لحظة ينقل أمير الكرة لتامر كي يقوم بلعب صولو وحده وهو ما يكرهه كما أخبرني سابقا يفعل ذلك للحظات قصيرة حتى تعود الأغنية تواصل صعودها السريعة مرة أخرى يمسك هواري بالترومبت ويبدأ في عزف النوتات الأولى من كنت فاكر لا تخرج بالحدة والوضوح نفسه الذي توقعته ولكن ما أن يميزها الجمهور حتى يتعالى صراخه يغني أمير بالإحساس المؤلم نفسه في التسجيل مرة أخرى يغني الجمهور يخرجون هواتفهم المحمولة ويضيئون الفلاشات لتظهر أم أمير بنظرتها الزائغة أمام مخيلتي تلك النظرة التي ظللت أتساءل عما تحمل وراءها من ذكريات يحملها لها خمستهم الذين يقفون على المسرح الآن يهدونها هذه المرثية الحزينة تتحول الإضاءة إلى الأزرق والأصفر الدافئ ويلعب شريف وهواري الذي عاد ليمسك بالجيتار بإيقاع منتظم للغاية إحساسهم جميعا يحزنني للغاية وتأتي اللحظة المرعبة لهواري ليلعب الصول الصعب يطير بالجميع وشريف يصاحبه بالكيبورد تظهر صعوبة الصول في نصفه الثاني يبدو أمير متأثرا للغاية بكل لحظة بعدها أقرر أن أفعل المستحيل وأن تقل ناحية الجماهير أخترقهم جميعا الواحدة والآخر أريد أن أصل لآخر مكان في الواقفين كلما مررت نحو الخلف أخترق الوجوه المتحمسة والصارخة لا يقل الحماس بل كان يزيد في بعض المناطق بسهولة تستطيع أن تشعر أن كلهم يعيشون في مكان واحد هناك نوع من الوحدة والانتماء إلى بعضهم البعض يستشري بينهم يظهر وائل الفشني أراه لأول مرة ويغني موالا طويلا صوته قوي وحضوره جيد على المسرح تتلوه أغنية عم غريب الأغنية الأولى التي أستمع إليها وسط الجمهور هذه الدرجة من التوحد حول كيروكي والأغاني والموسيقى تجعلهم يشعرون بانتمائهم لبعضهم البعض تماما كجماهير الكرة يغنون أغنية إذ جنن يتعالى الصراخ مع ظهور زاب خاصة من الفتيات ويتأكد للآن أنهن أكثرية الحضور ويقفز الجميع حين يأمرهم بقوة الكلمة والنغمة أن يطلقوا العنان لجنونهم بعدها تأتي إصبت مكانك والتي يغنونها كلمة كلمة بالكامل أجلس على الأرض بين الأقدام المتلاصقة لأكتب هذه الكلمات يبدأ أمير أغنية البكابورت أو الباكابكا تتراوح مشاعر المستمعين أمام ما بين الفرحة الحماسة الرغبة في الرقص والذوبان في جمع يشعرون معه بالأمان والبحث عن مساحة حتى لو كانت المساحة الصغيرة لمسرح المكتبة الخارجي يعبرون فيها عن صوتهم وأنفسهم وأحلامهم وطموحاتهم التي يهربون من فشلها ولول ساعة واحدة البعض يتحدثون مع من بجوارهم البعض الآخر يرقص ومنهم من أخذ ركنا وجلس مع نفسه وحيدا هناك أطفال شباب سيدات ورجال كبار ويجمعهم جميعا شيء واحد أنهم يغنون بملء قلوبهم وأفواههم يغنون أطالع القائمة التي معي بالطبع لم يغنوا بالترتيب ولكني أجد أن الأغاني الباقية هي الأكثر إثارة واشتعالا من الألبوم الجديد أبدأ رحلة الرجوع للمسرح وتبدأ النوتات الأولى من السكة شمال في شمال فيتحول الواقفون إلى هستيريا هي بلا منازع الأغنية الأفضل عزفا اليوم مقارنة بأغاني الألبوم الجديد وراءها تأتي الضينصور تتسارع دقات قلبي مرة أخرى وأنا أنتظر آخرها لأرى ماذا سيحدث الكورس الذي أبدع شريف في تأليف موسيقاه الغرائبية التي تقودها الربابة أكثر من رائعة في العزف الحي تحمل كل السخرية والاستغراب الذي كانت تحمله في التسجيل الأصلي وربما أكثر تلتها أغنية الكيف وبينما الجميع يرقصون بحماس شديد يخرج أمير في الفاصل الموسيقي للأغنية هاتفه المحمول ويصورهم جميعا الكل يرفع ذراعيه ويتقافزون في أماكنهم ينتهي الحفل بالصراخ المعتاد باسم الفرقة يحيون الجمهور ويغادرون المسرح ولكن فقط للحظات يعودون بعدها لتبدأ نقطة بيضة البطيئة هذه المرة لتنهي الحفل في حالة مختلفة تماما فجأة تتغير الأجواء 180 درجة ويأخذ أمير وبقية الفرقة الجمهورة إلى الصراع الداخلي المدمر والمذهل لنقطة بيضة يلعب الريف وسط الموسيقى الأثيرية لشريف ليتعامل كل مستمع من الواقفين مع صراعه الداخلي وهو يردد كلمات الأغنية حتى الآهات الخافتة التي يطلقها أمير يرددونها وراءه يدخل إيقاع تامر القوي ليقود هذه المعركة هو أنا وأنا هو هو حرب دير جوة يخفض أمير من طبقة صوته كثيرا لتنسحب أرواحهم جميعا بداخل أنفسهم تصل اللحظة التي يصعد فيها عبد الرحمن للمسرح فيتصعد الصراخ أكثر وأكثر ويبدأ في الغناء يخترق صوته الأثير وتظهر إمكاناته الحقيقية هنا أكثر مما أسمعها في المكتب بسرعة ننتقل جميعا أعضاء الفرقة الخمسة مساعديهم والفنيين الذين يزيد عددهم عن الأربعين والأربعة آلاف مستمع إلى مكان آخر خارج هذا الكوكب يتوافق صوته مع الموسيقى الصادرة من خمستهم مع الأجواء الأثيرية والإضاءة ونبضات القلوب لتحدث حالة التوحد الرائعة التي قل ما تتكرر في هذا العالم نخرج بسرعة إلى السيارات ونعود إلى القاهرة أجساما هامدة ساكنة بعد أيام قليلة تكرر المشهد في الساقية كانت حفلات الساقية الست هي ذروة النجاح الحقيقي لكايروكي كل الضجة التي أثارها نزول الألبوم ومعاركه وأعداد المشاهدات الرهيبة تتلاشى أمام هذا الكم من الزخم الرهيب من الحضور في حفلات الساقية بدأ الاستعداد لثلاث حفلات ثم صاروا أربعا وأخيرا ست حفلات على مدار ثلاثة أيام متتالية في أمر غير مسبوق كل حفل يحضره ثلاثة آلاف شخص يظهر الجمهور قبل موعد الحفل بخمس ساعات كاملة الاستعدادات في الساقية غير مسبوقة فريق من الهلال الأحمر يزيد عن عشرة مسعفين متواجدين وسط الجمهور وحول المسرح قوات دفاع مدني وكل موظفي الساقية على أهبة الاستعداد ما أن يبدأ الحفل حتى تبدأ حالات إغماء عديدة بين الجمهور يتعاون الجميع لإخراج الشاب أو الفتاة إلى ضفة النهر ويبدأون في إفاقته كانت الشحنة والصراخ والغناء والحماس لتلقي الأغاني الجديدة أمرا مخيفا وجارفا تماما كجميع حفلات الساقية وكان لعب الشباب أفضل كثيرا وبالطبع كانت الأغنيات الجريئة التي يتم لعبها تحدث أثرا رائعا على الجميع لا يزالون في سذاجة اللحظة الراهنة وبانتهاء الحفلات الست كان الأوان قد حان ليرتاح الكل ويطمئنوا إلى نجاحهم بعد أن لمسوه وجها لوجه في الحفلات كنا نشعر أن الأيام الثلاثة كأنها يوم واحد انطلقنا عائلين في المركب وشعرت بأن مرحلة قد انتهت من حياتي وأني قد شهدت نهاية الكتاب بانتهاء هذه الحفلات الست ووصول الألبوم لمستمعيه أو هكذا كنت أظن ترجمة نانسي قنقر